اشتركوا في القناة يا كافي يا معافي فرج عنا كل هم وافتح لنا كل باب خير يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب يا أرحم الراحمين آمنا بك فاستيب دعاءنا يا كريم اشتركوا في القناة كان أحد أعلام التجديد بين أقرانه من علماء الأزهر الشريف في عصره وكان أول من دعا إلى إدخال وتدريس المذاهب الشعية كالزيدية وكالجعفرية في الأزهر الشريف هو فضيلة الشيخ محمد محمد المدني في مصر أرض المجددين تمثل مشروع التجديد عند الشيخ محمد المدني في الاهتمام بالمنهجية والمعرفية والاهتمام بالعلم وتطويره وإبراز الأفكار التي يمكن أن نستفيد بها من الطراظ وكان في تآليفه مشاركاً في الاتصال الجماهري اشتغل بالتقريب بين المذاهب حتى نصل إلى وحدة المسلمين رحمة الله عليك يا شيخ الشريعة مرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمع أهلاً بفضلاتكم أهلاً وسهلاً بكم أهلاً وسهلاً صاحب الفضيلة أولاً بفضلة الشيخ محمد المدني كيف كانت النشأة العلمية ليه خصوصاً وهو حفظ القرآن الكريم صغيراً وتنقل حتى في السنوات الدراسية بشكل سريع أسرع من المعتاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا كان من العلماء المتميزين فضيلة شيخنا وشيخ مشيخنا الشيخ محمد محمد المدني ربنا أتاه ذكاء خارقاً دخل المعهد وكان ساعتها ناظر المعهد أو مدير المعهد أو شيخ المعهد يسموه كان الشيخ الظوهري الذي صار إماماً وشيخاً للمسلمين وشيخاً للأظهر فيما بعد الشيخ الظوهري كان برضو يعني عنده شيء من الثورة على الأوضاع وتصحيحها يريد دائماً الإصلاح والتصحيح فلما درس لمحمد محمد المدني لقاه نابغة عبقري زمانة آلا طب الأفراد دول القلة اللي زي الراجل ده ليه إحنا ما نعملش نظام يوفر عليهم السنين ولا نعطلهم فيما هم قد تجاوزوا يعني هم دلوقتي في سنة تانية ومش في سنة تانية دا دا يصح يكون في سنة عشرة ما هواش في السنة دية لأنه زكاؤه وتحصيله وعلمه النظام اللي هو بيفكر فيه الشيخ الظوهري معمول به الآن في الولايات المتحدة وفيه بعض النظم في استراليا وفيه في انجلترا اللي هو أني أنا أعمل حاجة للمتفوقين جنيس العباقرة دول لوحدهم علشان نستفيد منهم وعلشان ننمي هذه المهارات ولا نعمل من غير لا ندري على قتلها كان من الجماعة دول اللي نفس فيهم الشيخ الظوهري مراده محمد محمد المدني ولذلك اختزل كثيرا من السنين وأصبح فجأة بدل من ابتاء بقى في آخر السنوية ووفر هذه السنين وكان متميزا أيضا في تأليفه وظل الشيخ محمد محمد المدني وهو من مدرسة الشيخ شلتوت الشيخ شلتوت طبعا يسبقه في العمر فكان الشيخ شلتوت مع محمد محمد المدني وينضم إليهم بعد كده منصور رجب وعبد العزيز عيسى والشيخ عبد الله المشد رحم الله الجميع كانوا عاملين زي مدرسة واحدة كده ويمشوا مع بعض ويروحوا مع بعض ويعودوا مع بعض ويذكروا مع بعض بالرغم إن أسنانهم متفاوتة في فرق في السن فبالرغم من كده لكن كان الزعيم بتاعهم أو الشيخ بتاعه والشيخ محمد شلتوت فمحمد محمد المدني لو جينا نبحث عن مشروعه التجديدي فلازم نفهم برضو جانب من حياتي أولا هو مؤلف لا يشق له غبار ونشر كثير من الكتب وبعض الكتب لم تنشر وهي في سبيلها إلى النشر إلى الآن إلى الآن نحن محتاجين نسمع المشروع بتاع الشيخ محمد محمد المدني ولذلك تجد هيئة كبار العلماء بتجمع كتبه وتجمع مقالاته وتحاول أنها تنشئها في ما يسمى بالمجموعة الكاملة الدراج والي كان عنده غزارة إنتاج علمي كان عنده غزارة إنتاج حتى الألم يطبع منها كتير وكان عنده أفكار وكان عنده تطوير للمنظومة التعليمية الشيخ محمد محمد المدني هشرح لسيادتك ولمشاهدين الكرام أنه تولى مشيخة كلية الشريعة فأدخل فيها جانب القانون اللي هو تمناه زمان الناس عبد الرزاق الصنوري مع عزام اللي كان ماسك جامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام عبد الرحمن عزام كانوا يريدون أن هم ينشئوا مجتهد وعملوا لكده معهد للدراسات علشان يدرس كيف تجتهد إيه الأدوات اللي يابد عليك أن أنت تتذكرها عشان تجتهد فدخول دراسة القانون الشريعة كان على مفارق مين اللي عملها؟ محمد محمد المدني لما دخل كلية الشريعة وجد المشايخ عندهم خصلة عايزي يخليهم من السبوه إيه يا الخصلة؟ إنه يكفي كتب الأخدمين يعني بلاش نألف جديد لأنه جف القلم ورفعت الصحف وانتهى الأمر فقال لهم لا العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة ولا بد عليكم يا مشايخ إنكم إنتوا تكتبوا فكل واحد يكتب لي ولو كتاب وإيه رأيكم بقى في هذا؟ فيعني المشايخ ما التفتوش إلى هذا يعني إيه ده ابننا محمد محمد المدني ما هو في بقى مشايخ كبار في الموجودين يا ابننا يا أخونا فالمهم مرضيوش يكتبوا وتكاثروا في كذا إلى آخره وكتب بعضهم فقال لهم طب إيه رأيكم ما فيش ترقية إلا تقدم كتابه فهو أول من أدخل قضية الترقية وأن الباحث لابد يكون من المهد إلى اللحظة ومع المحبرة إلى المقبرة زي ما بيقول ففعلا أثر هذا في النتاج العلمي ووجدنا من كان يعني يتحرج من أنه يكتب كتب والغريب أنهم كتبوا كتابات رائقة فائقة أفادتنا وبنتنا علميا وفهمتنا التراث يبقى إيذن الرجل ده عنده مشروع تجديدي وينشأ هذا المشروع التجديدي في قضية المنهجية وقضية التراث وقضية تطوير التدريس الذي هو مهتم بالواقع هذه دي أول حاجة ثاني حاجة راح مع فريق برضو الشيخ محمود شلتوت وتولى رئاسة سنة 49 تحرير مجلة رسالة الإسلام التي كان موضوعها التقريب بين المذهب السني والمذهب الشيائي تعالوا يا جماعة تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ونجلس ونشوف إيه الإشكالات اللي إحنا بيننا وبينكم جلس الشيخ رئيسا لتحريرها 15 سنة 15 سنة من سنة 49 تعد الغاية سنة 64 الخمستاشر سنة دول صدر فيهم 15 مجلد كان كل 3 شهر الزرو مجلد كتب فيها علماء الشيعة وكتب فيها علماء أهل السنة يا جماعة عايزين نتحد أمام العالم عايزين ما يبقاش يعني إسلام بحرب إسلام فكريا أو واقعيا واستطاعوا إنهم يحلوا المشكلات التي بين المذهب الشيعة والمذهب السنة هذه خطوة جبارة تجديدية لم تقف عند استجرار الماضي وإنما تعدت إلى حل المشكلات ده تجديد ومنهج تجديدي القصد منه مع إدراك الواقع ووضع المنهجية ووضع منهجية للنقاش هذه المنهجية التي للنقاش إلى الآن سائرة فيما بيننا وبين المذاهب وبس مش المذاباء الجعفري بس سائر المذاهب الإسلامية وفي النهاية واحدة وفي النهاية كلمة سواء نسير عليه كل ده من مجهود محمد محمد المدني ولذلك تجده ألف في التقريب أيضاً كتاب ضخم طبعه له مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عظيم طيب أسازاً فضلتك لكون باقي ملامح هذا المشروع بعد الفصل شكراً لحضرتك أرجوكم انتظرونا بعد المحصر مركز ومدينة المحمودية الإسم الذي ارتبط بترعة المحمودية أحد أهم شرايين نهر النيل في مصر ويطل على أحد أفرع نهر النيل العظيم فرع رشيد فوسط هدوء المدينة وبشاشة أهلها وطيبتهم ولد ونشأ الإمام محمد محمد المدني أحد أبرز علماء العصر الحديث والذي يعد من أعلام المجددين في مصرنا الحبيبة كل طالبة العلم وتقريباً معظم طالبة الأزهر عندهم الشيخ المدني ده قدوة النفسهم اللهم يحصلوا علمه ويوصلوا لمكانة اللي هو وصل لها أن الشيخ المدني كان يوصل لمكانة مربوقة جداً 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 وداخل المسجد الكبير أحد أقدم مساجد المدينة والذي يعد شاهداً على العديد من العصور كان ملتاقى لطلاب الشيخ محمد المدني الذين تتلمذوا على يده ونالوا من عينه وفايده الكثير كما أن أحفاد الإمام المدني قاموا كذلك بإنشاء مسجد يحمل اسمه على أطراف المدينة تميزه من مسافة بعيدة كونه وسط مساحات كبيرة من الأفدنة المزروعة بخيرات هذه الأرض برحب بفضيلة العالم الجليل وسيد دكتور علي جمع مرة أخر أهلاً بكم مولانا أهلاً وسهلاً بكم أهلاً حباً الحديث متواصل حول فضل الشيخ محمد المدني وعايزة توقف مع حضرتك على ما كتبه بمناسبة مرور ألف عام على إنشاء الأزهر الشريف وكان بيقارن ما بين مضي وحاضره فقال إن لي وجه يثير الإعجاب والفخر والوجه الآخر يثير الهم والاكتئاب يا طرى ليه قال كذلك؟ ابتغاء التحسين المستمر ابتغاء الوصول إلى يقولك الإدارة بالأهداف لا ترضى إلا بمئة في المئة أما تسعين في المئة دي ما تنفعناش تسعين في المئة لو جابها الطالب يجيب امتياز أو الأزهر جاب امتياز ولكن بس ومجرحوا فيه للعشر درجات بس دول يجيبوا الهم والاكتئاب وهم دول هم من شدة تمسك الطالب بكل درجة وعدم استهانته بها وتعظيمه للأمر في شأنها فبيحصلوا على طول أنه عايز يجيب مية في المية ده لا يمكن أن نفهم منه أنه قد قصر تقصيرا يشبه العمد أو أنه انهار واضمح الله وكذا إلى آخره أبدا لا هو بيؤدي مهمته لكن يمكن أن يؤدي أفضل من هذا وممكن أن يؤدي أكثر من هذا وممكن أن يؤدي أعلى من هذا وبمساحة جغرافية أكبر من هذا أنت الأزهر عندك مية وثلاثة دولة لهم طلبة عندك الأزهر من أولاده ومنه وصلوا إلى رؤساء الجمهورية صحيح في بلد والتانية والتالتة بلها بقى سيبك من رئاسة الغزرة أو قيادة الجيوش أو كذا إلى آخره حصل هذا هوالي بمونديان لمسك الجزائر كان أزهاري أحمد بن بيلا كان بالدرسة في الأزهر فإذا كلام الشيخ كلام واضح وهو أنه هذه الإشراقات والإضاءات لذلك المعهد العريق العتيق الذي تطاول على الزمان يجب معه أن تكون الدرجة مئة في المئة فإذا نظرنا نظرنا بعدل وإنصاف لا ما وصلناش لمئة في المئة يبقى هم وغم ومسؤولية يجب علينا أن نهتم بها لا أن نتغاضى عنها ونفرح بمقابلها وإن كان مقابلها كثير نعم هذه الحكاية فالشيخ محمد المدني في جهة تطويره للمنظومة هو كان هكذا لما يدخلوا يلاقي علماء الشريعة ما عندهمش كتب طب ما ينفعش من ناحية الأكاديمية من ناحية المشيخية ينفع وإحنا عندنا طريقتي للتدريس طريقة بنسميها المشيخية إن الشيخ يقعد ويقرأ الكتاب ويفاهمك ويعمل كذا وطريقة أكاديمية طريقة الأكاديمية دي فيها الشهادات وفيها امتحانات وفيها منهج وفيها كتب وفيها 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 فهو عايز يحول المشيخية إلى أكاديمية مش مساعدينه المشيخ فيضطر أنه هو يحط القواعد الجديد كله حد يكتب كثير أدي الهم اللي هو بيتكلم عنه طب المشيخ أنا أسف المقطع يعني بس المشيخ إذا استقبلوا وقتها في الأظهر فكرة إدخال التدريسي المذهب الزيدي والمذهب الجعفري يعني هل دا كان أمر سهل؟ لا هو لأنه الأولا لما نقول لك أن الحكاية بدأت من قبل سنة 49 ولغاية ما جه الشيخ الصدوق القدمي رحمه الله تعالى وجاء بما يمكن أن ننشئ به مجلة فأنشأنا رسالة الإسلام في القاهرة وظلت موجودة 15 سنة كل الأشياء دي أتاحت لعلماء الأظهر أن يعبروا عما في أنفسهم وأن يسألوا وأن يتلقوا إجابة فقربت المسافات بطريقة علمية والسبب في ذلك محمد محمد المدني الناس بتتلقى ده إزاي؟ طبعا حسب أولا مشارب لكن احنا بنكلم على الجمهور الجمهور وافقا لدرجة أن الشيط محمود شلتود أصدر فتوى باعتماد المذهب الجعفري في العبادة وكانت هذه الفتوى تلقى قبولا كبيرا جدا وإن لم تكن قد أثرت فيه القاعدة احنا كنا نريد بدل حوار النخبة اللي حصل سنة 1949 إن النتائج بتاع حوار النخبة ده كان ينزل للقاعدة ولذلك احنا عايزين ما يتفق عليه في النخبة نعمل وسائل لإيصاله إلى عموم الناس والقاعدة صح وده اللي بنسميه وبنعبر عنه نقولك التأصيل فالتوصيل صحيح يعني أصل وانتهي من تأصيلاتك وأبراج لك العاجية اللي هتعد تناقش فيها العلم والعلمة والمشاكل وطلع لنتيجة نزلها للناس بقى صحيح مش تطلع لنتيجة وتركينها في أضابير المجلات وأرفوا في الكتب هايزين ده الشهد والعسل المصفى ده يصل إلى الناس علشان يتمتعوا به وبحلوته قطع يبقى إذن دي قضية هنسميها التأصيل والتوصيل نعم الشيخ محمد المدني قام بالتأصيل ودي حاجة في عصره وفي وحتى بعد عصره تعد مسألة أساسية وشرارة أولى لتوليد مسيرة العلم والإسلام والمسلمين طب كان ليه مؤلفين في الزواج واحد على رأي جديد في تعدد الزوجات والآخر الزواج والطلق في الإسلام وكان ليه رؤى في مسألة تعدد الزوج أو الزوجات هو المسألة إنه المنطلق ما هو قراءة جديدة للنصوص وده جزء لا يتجزأ من تطوير العلم وتطوير المناهج العلمية القراءة الجديدة للنصوص كان ضمنها هذي المسألة وهي يا جماعة هو التعدد هو الأصل ولا الانفراد هو الأصل فتكلم عن عوائد الشعوب وعن اختلاف الأحكام وعن أشياء كثيرة من هذا القبيل وخالصة في النهاية إلى أن التوحد هو الأصل امرأة واحدة تكفي بسموها ساعة التوحيد التوحيد من الموحدين من الموحدين ليه هذا الكلام لأنه يعني ده كلام نجد ليه أثار عند الشيخ الشعراني لما كان بيقول ومما من الله به علي أنني لم أتزوج على زوجتي ليه حتى لا أكثر بخطرها ايه ده ايه ده فاهم عميق فاهم عميق للنفس وفاهم عميق للاجتماع البشري نمر اتنين أن سيدنا رسول الله لما كانت عنده أسرة امرأة وأولاد ما تزوجش عليه صحيح ده تزوج بعد وفاة خديجة بأمر الله سبحانه وتعالى لأمور كم فكان هو يرى أن التعدد يعني زي استثناء وليس هو الأصل وده متبنيه كثير جدا من العلماء شكر لفضلتك شكرا جزيلا هذا الابحار في سيرة العالم الجليلة الشيخ محمد محمد المرين شكرا معنا شكرا لكم شكرا لحضرتك شكرا بوصول لحضرتكم وإلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة تدخل الأهل في حياة أبنائهم الزوجية وهذا لا يجوز شرعا وهو سبب من أسباب كثير من حالات الطلاق وينبغي على الآباء أن يعلموا أن أبنائهم قد خلقوا لزمن غير زمنهم ولوقت غير وقتهم ولعمارة الأرض بطريقة أخرى غير طريقتهم يجب عليهم أن لا يتدخلوا تدخلا يسبب خراب البيوت والفساد في الأرض اللهم آتنا من خيرها وخير ما صنعت له وقنا شرها وشر ما صنعت له اللهم يا ربنا وفقنا لما تحب وترضى